السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيع النهاردة جبتلكم اربع نباتات اول حاجة دائم طول العام بيفضل طول عام اخضر تاني حاجة ريحتهم فواحة رابع حاجة بيتحملوا الحرارة لو المرة تشوفنا دوس لايك وشير وشارك اول حاجة معنا النعنا النعنا يا جماعة معروف ان احنا مزروم موجود في كل بيت موجود في كل منزل تقدر انت تزرعه تاني حاجة معنا الرزمري او حسلبان من النباتات العطرية الفواحة دي برضه وبنستخدمها في الطعام تالت نبات معنا زي ما انتوا شايفين تالت نبات معنا هو الرحة يعني من افضل النباتات العطرية برضه بالورق على فكرة انا اقول عطرية ان هي رحة الورق ذات نفسها يعني انت لما تقع الجنب النبات هتشم رحته وكمال لو لمست الورق هتشم رحته تالت رابع نبات معنا هي نبات العطرية زي ما انتوا شايفين دي نبات العطرية والنبات ده جميل جدا طيب الزراعة بتاعتهم ازاي تقدر انت تزرعهم في البلكونة او تقدر تزرعهم في الحديقة تقدر تزرعهم في اي مكان لانهم بيتحملوا الحرارة الناس بتاع المملكة العربية السعودية والجزائر والعراق وليبيا كله ده بيتحمل الحرارة ودول الخليج عمتا دي نباتات دي بتحمل حرارة وفوعة طبعا الهناب يوم ازاي بيأخذوا طبعا لو انت عندك بلكون تزرعهم في البلكون هم بيحتاجوا ساحتين لتلات ساعة شمس لو انت هتزرعهم برا بالنسبة للناس اللي في الخليج والناس اللي عندها حر حطوهم في الحر مش هتفرق معهم تلات اربع خمس ساعة شمس طيب ايه تاني بالنسبة للرايا بنسقيهم كل يوم مرة واحدة بس بالنسبة للتسميد يا جماعة بنسمده كل واحد وعشرين يوم بسماد ان بي كي عشرين عشرين وما نزودش سماد السماد لو زودناها بي موت النبات لذا احنا بنحط له معلقة صغيرة لكل شجرة معلقة صغيرة بس من البتاق هنت سألها لها هي تزبط معها طيب بالنسبة للزراحة تقدر يا جماعة النباتات دي دائمة يعني بتفضل خضرة طول العام طيب لو حبت ان انت تزرعها تقدر انت تشتريها من المشط أول حاجة تاني حاجة تقدر انت تزرعها بالبذور كله ده بتزرع بالبذور ممكن تزرعها بالبذور والتعين البذور تقدر انت تشتري البذور من اي محل بيبيع عندك موابيدات وبذور زرعية او تقدر انت تروح تشتريها من المشط لو يكون سعارها رخيصة على فكرة دي كلها دي بالنسبة لأنها ناعمل تشتريه واحد unnecessary سعودي يعني على ما اعتقد خامسة جنيه المصري. بالنسبة لحسن بقى خمسة ريال. اه يعني خمسة 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 وعشرين جنيه ودي برضو يعني بريال خمسة جنيه. يعني كلها اسعارها رخيصة. كلها دي اسعارها رخيصة. محدش يمثل عليكم وقول لكم انها غالية. لا سعرها رخيص تقدر انت تزرحها بالبطور وتقدر انت تزرحها بالتعيل من افضل النباتات اللي انت كمان بتستخدمها في حياتك اليومية بالنسبة لزيادنا كده بتستخدمه لفواد طبية كتير جدا طبعا هنبتستخدمه كله على الشاي وبالنسبة للنباتات التانية سواء الروزمري او الريحان او العطرية كله ده بيستخدموه في الطبخ يعني حاجات كلها انفيدة وحاجات عطرية جميلة ناس كتير جدا بتقولك هتعز حاجة عطرية فواحة تحمل الشمس تتزرحها تقدر انتزرحها في البلكونة دائما طول العام فانا بنصح بيهم اجباء النعناع حسلبان الريحان ودي اخر حاجة العطرية دعمنا بلايك وشير وشارك وكل جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله